هل يومي؟ ما بدك تقلي شبك؟ شو صاير معاك؟ من الصبح وأنت مو على بعضا صاير معاك شي بالشغل؟ كريبي؟ قليلي بمفر من الجنس وهي اللي شاكاة الكحلية والكندرة الكحلية جديدة يعرفيها؟ كندرة الكحلية؟ لأخير وين رايح؟ أنا ما بكلك أنه هذا اسلوب الاستجواب أنا ما بحبه أبداً مو استجواب بس أنت عم تقول شاكاة الكحلية والجنس والكندرة الكحلية اللي ما بتلبسها غير إذا مشوار كتير مهم؟ لما هو مشوار كتير مهم لهيك بدي ألبسها يلا بسرعة روحي جيبي ليها اسمعك أنا قدم استقالتي شو؟ كيف يعني قدم استقالتها؟ شبح شو صار لك؟ قدم استقالتي بس رايح السمش اللي جديد لك يلا بسرعة جيبي ليها بسرعة لك يوحي طلعي يا أحسن نطلع روحي لك مو هون هون أهلا وسهلا شكراً مادام ما بعرف ليش الدكتور كرام أصر ما خبرك أنه هو اللي جاي معي قال بس يجي لهون بيوضح لك كل شيء وأنا صار عندي فضول حتى أعرف تفضل بالحقيقة يا مادام يعني وقبل ما أشبع لك فضولك أنا أحابة أعرفك عن حالي أنا كرام الباشا خريج جامعة دمشق كليلت الصيدلي بدرجة ممتازة وأنا الثاني على هدفتي على فكرة لازم أكون الأول أنا بعد تخرجي اشتغلت عندكم بالمعمل وأنا حالياً رئيس قسم الجودة أو بالله حالياً رئيس قسم يمكن نسيان يا دكتور أنه اليوم الصبح كل رؤساء الأقسام قدموا استقالاتهم مستقالاتهم كانت مقبولة مادام هذا الشيء اللي بوصلنا له ثانياً مادام خلينا نسمع ولو سمحتي تفضل دكتور أنا ما أفهم عليك شلون يعني مديرك حسابات ورئيسين قسم راجعين بكرة على الشغل ما أفهم هيك خبروني قبل ما أجيل عندك بساعة وما ألو لك رؤل الأسباب؟ ما ألو قالوا ما بوصير عيب اللي صار كانت تسرع يعني من هذا الكلام وإنت ما أعرف التخنعون يعني نحنا حكي ولادا عدينا عديدي معاه حاولت حاولت بس ما أدري ماذا يعني حاولت؟ أعناث شباق هادي هادي عوض عادي شباق طالما الأستاذ يوسف معنا ما لازم نخاف؟ شو يعني؟ ربحوا كم يوم زيادة؟ ما أنا راجع المعمل راجع المعمل بكرة بيتقلعوا حتى ما في تعويض اسمحوا لي صار لازم أمشي ورا؟ معصارتنا أنت عشرة سواء؟ مثل حالي بعد هالأخبار ما عد مناسب لعشا ما في شي ممكن ينزع عشانا ولو وهي شيك بعشرة مليون دفع متل ما انتفقنا والشباب اللي بيقوا معنا خدوا يمروا ويأخدوا شكاتهم فضل ببساطة يا جماعة سيدة حاتم حاول يفرغ المعمل من الكادر الأساسي تبعه يعني اللي بيخصه منشان يعرق السر العمل وبالتالي رح تطلع إشاعات بأنه المعمل عم يمر المحالي سيئة جدا بأنه غير قادر على الإنتاج وهيك طبعا نوصل الكلام اللي حضرتك قلته شان اشتري حاستي بسار اللي بده ياعمو؟ تماما والحل؟ الحل يا مدام أنه نحنا عنا أربع عقود لازم نسلمها بشهرين كحد أقصى طبعا والمرحوم يعني خبرنا أنه فيه ثلاث عقود جديدة لازم نشتغل عليها وهي أكبر من العقود الأديمة حتى هو حكم على الأستاذ يوسف وطلب منه لقيحه بمحتويات المخاسن نحنا منشان نتلافى النقص لما راح نبلش بالعقود الجديدة هيا صارت إدهاش ونص للمرة الثانية أذرني يا دكتور هذا الكلام نحنا بنعرفه أساسا أنا عامل عقود بنفسي بس لحد هلا ما فهمت عليك شو هي الخطة اللي راح تخلي المعمل يتابع إنتاجه بدون أي خلل وبعتقد كمان المدام مثلي ما فهمت يا أستاذ بشير نحنا لازم نسلم العقود بين إيدينا هيا أولا وإنشان نحنا نلتفت للعقود الجديدة هيا الطريقة الوحيدة عفوا 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 آسف هيا الطريقة الوحيدة اللي بتنجي المعمل من أي شي عم يتدبر من قبل الشراكاته وشو أمكانية هاد الشي صير بعد المصيبة اللي صارت اليوم بالمعمل قبل مجاوبك على هاد السؤال أنا عندي كم استلسام ممكن هيا الطريقة الوحيدة اللي ممكن نجيبه مشان الشي اللي جديد على حد علمي لا وعا كلين الأستاذ عبدالله مدير الحسابات إله جلسة مع محاسب من قبلنا لحتى يعرفوا على الوضع المالي للمعمل يعني مديونيته ومستحقاته قبل ما المدام توقع له براءة الزمة بناء على استقالته اللي قدمه اليوم كتير منيح كتير منيح طريب دي ساريك سؤال تاني نعم انت مدام انت يعني عندك الرغبة والقدرة انه المعمل يكمل ولا لا ايه؟ اكيد عندي الرغبة والقدرة انه المعمل يكمل لانه كمان فيش شخص كتير بيهمني تمام طيب فينا نشرب قهوة مرة تانية مشان صح صح لشي اللي بدنا يحكيه لا بتكون تعزروني لانه صلنا زمان قاعدين وأكيد انت جعتوا مثل ما انا جعت رح خليوني حضرو لعشا نعم مدام ما في داعي العشاء استاذ بشير ما بده يصيل بينات نخبز وملح ا 으ا ها 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 ظاهر ان ت جعت يا دكتور صراحة ايه صراحة ايه رحظه المتبدل ايا تيا literature عشر د cold forward شكرا 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 ادخلك يا ربي بس ما يكون ظاير معه شيء ادخلك يا ربي مالي حدا غيره طيب قديه بديه وقت تقريبا لحتى نجمع الكادر هل تبقى نفس مستوى الكادر الأتي؟ نحن لا بحاجة يعني على الأقل حالياً كيف لا بحاجة يا دكتور؟ ومن بدو يشتغل؟ نفس الكادر لا تفاجأ أستاذ بشير لا تفاجأ بصراحة أنا قبل ما إجي وإجتمع مع حضرتكم اجتمعت مع ثلاث أشخاص من اللي أقدموا استقالتهم طبعاً باستثناء لأستاذ جوسيف وأنه وعدوني وأكدوني أنه رح يرجعوا على المعمد ويصحب استقالتهم الله يسامحك يا دكتور الله يسامحك لماذا لم تخبرنا لعلّا؟ تركنا قاعدين على نار؟ بصراحة أنا كامدي أتأكد من بعض الأمور وماذا ضمانتك لأيلون؟ بلك يرجعوا عملوا نفس الشي مرة ثانية مستحيل مدام مستحيل يعني هنن إذا أشعروا أن هناك حدث أعمال ووقف معهم ومع بساندهم مستحيل يرجعوا ويعمل هذا الشيء أبداً لا تنسوا يا جماعة العلقة مع هاتم منا سهلة أبداً أبداً يعني هنو انطروا بالإضافة للمغريات المادية اللي قدمها نعم بلو بهي معك ومع هيك رح يضل عنا نقص بالكادر لازم ندور على ناس جدد حتى نعوضوا الناقص هاي ترك عليه يعني بصراحة أنا عندي كامدكتور يعني ثقة كفاءة عالي كتير يا جماعة أنتونس يعني أهم الشيء الإدارة شو؟ باي معك حق لأنه مدير المعمل يعني هو اللي بربط الأقصام كلها ببعضه صح؟ طيب شو بتقتراه؟ حضرتك ساري ساري يعني أنا بشوف المدام هيبه هي الشخص الأنسب لحتى تستلم إدارة المعمل أحي دعم تمزح أنا أبداً ما عندي خبرة أبداً مدام تركيها عليها أنا الخبرة تركيها عليها أنا أنا رح أكون حدك المستشارك وأستاذك ما تخافي من هذا الشيء أبداً يعني مأي شيء تتصرفي رح أكون أنا المسؤول عنه اي بس يعني هاي مسؤولية كتير كبيرة وانا خايفة اني ما كون قدها يا مادة مو انتي يلتيلي عندك القدرة والرغبة الموجودين وبقوة كما قلت هادل حكي انا قلته بس على التطبيق صعب يعني موفيز يا مادة انك تكوني انتي على رأس عملك يعني هذا بيعطي صورة كتير قوية ومنيحة اول لعمالك ثانية لشركائك انتي المطلوب منك بس تكوني موجودة وحاضرة وكلشي كلشي كلشي علينا بصراحة يا مادام الدكتور عم يحكي صح مية بالمية لما حاتم رح يشوفك على رأس عملك ورح يشوف انه الامور صح والمعمل عم ينتج رح يحسب الف حساب لأي خطوة بدي يقوم فيها بعدين انهلتلك انا معك وهي الدكتور كمان معك وما رح يتركك ولا لحظة مادام 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 تقولك شغل نحنا رح نحاول كلنا مع بعض رح نحاول بذا فشلنا يعني على الاقل منكون كسبنا شرف المحاولة شبكي شبكي ليش عم تبكي؟ الروحه? الحمد للعسل هامتك أنت منيح؟ حبيبي أنا منيح أنت منيحة ساير معك شي أنت؟ والله ما ساير معي شي أنت ساير معي شي لا بس طلع قداش بساعة وحضرتك موبايلك مسكت وقفتلي قلبي يا حبيبي طيب وين بدي كون يعني أنا كنت بشغلي بعدين ما بعرف ليش موبايلي مسكت شوفي صالص شاحنه وأنت ما بخطر لك الدقة تطمن علي أو تقلي فرح أنا بدي تأخر يا عمري إزالي تحقق عليك بس ما بدي شوفيك عم تبكي خلاص صاير شغلك أهم مني بيبي حقق علي خلاص حققق يا راسي من فوق بس ما بحيشوفك هيك وين كنت لهلأ؟ وين كنت؟ لك أخ وين كنت؟ شو بدي أحكي لك لا أحكي لك حكي لي والله ما وراي شي أين بلا أنت ما وراكي شي بس أنا اللي وراي شي أنا يا دوب لي نام كم ساعة وروح من وش الصبعة المعمل ما عمل شو؟ ما على أساس قدمت استقالتك؟ أين بلا نظبوط قدمت استقالتي بس أنا ما قلتلك إني رايح استلم شغلي الجديد؟ ولا نسيتي؟ ما سهمت كيف يعني؟ حبيبي مشان الله خلاص ببوس إيدك بكرا الصباح بحكي لي كل شي بنقعد إيكلة في الجام قهوة لبدك يا بحكي لك هلأ بدي نام كم ساعة خلاص فروحة شب أنا خلاص يعني شو أعمل يعني؟ ببوس إيدك عمل لك خلاص بكرا الصباح أمري لأ الله بس بكرا بدك تحكي لي كل شي هو بالتفصيل وحياتك رح أحكي لي كل شي هو بالتفصيل يا عيوني أنت طيب ما بدك نأكل شي لأماء بالماطنم؟ ها؟ نأكل كم لأماء هي هي منيح اللي ذكرتيني صح لازم نتعشها حبيبي بسيك على الخفيفة يعني صح لبن صغير صح نزعتها حبة بنادور عي صحيبي ها؟ الصريفة لأنه الكولون ده بحلي ده إيد أنه بيكون أكل عندك حبيبي حبيبي طرق الهواء باب الجواء من بعد أن مل النواة فتكلما طرق الهواء